بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء السادس من الدرس الثالث نتعرف فيه على عملية أخرى خاصة فقط بالمصفوفات ألا وهي إيجاد أثر المصفوفة أو Trace of a Matrix كما أن هذه العملية تخص فقط المصفوفات المربعة فقط أما المصفوفات غير المربعة فليس بإمكاننا إجراء هذه العملية عليها نرمز لها بالرمز إذا كان عندنا المصفوفة A مصفوفة مربعة فإن أثر المصفوفة Trace of a أو أثر المصفوفة يرمز له رمز TR of a ينتج عن حاصل جمع عناصر القطر الرئيسي فلو كان علينا مثلا المصفوفة A ذات الأبعاد ثلاثة في ثلاثة فإن Trace of a هو A1-1 زائد A2-2 زائد A3-3 وهي عناصر قطرها الرئيسي مثال المصفوفة B ذات الأبعاد أربعة في أربعة لو أردنا أن نحسب أثرها Trace of b فإننا نجمع العنصر سالب 1 إلى العنصر 5 إلى العنصر 7 إلى العنصر 0 وهي عناصر القطر الرئيسي فيكون الناتج 11 مثال آخر لو كنا مثلا أن المصفوفة التالية لو كنا أن هذه المصفوفة B Trace of b يساوي أربعة فما هي قيمة X التي تجعل Trace هذه المصفوفة يساوي أربعة بالطبع نجمع عناصر القطر الرئيسي إلى بعدها البعض 2 زائد X ناقص 1 يساوي أربعة هذا هو Trace المصفوفة B فيكون 2 ناقص 1 بواحد X موجة بواحد يساوي أربعة أي أن X تساوي أربعة ناقص واحد تساوي ثلاثة ويمكن التأكد 2 زائد ثلاثة يساوي خمسة ناقص واحد يساوي أربعة ترجمة نانسي قنقر